اهلا بكم في برنامج اية في حكاية اية اليوم من رسالة معلمنا بولوس لكنيسة كرونت الرسالة التانية صحة 4 اية 8 وتسعة عندنا هنا كلمة مهمة قوية عاوزين ناخد بنا منها كلمة لكن لان ايه اتكررت اربع مرات معلمنا بولوس بيقول ولكن لنا هذا الكنز في اوانا خزافية ليكون فضل القوة لله لا منا وبعدين بيقول مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين متحيرين لكن غير يائسين متهدين لكن غير مطروكين مطروحين لكن غير هالكين عندنا اربع حاجات عكس بعض بيفرق بينهم كلمة لكن يعني احنا ممكن يجينا اكتئاب اه ممكن اولاد الله يجي لهم اكتئاب دي حاجة طبعا ينفياش مشكلة بس يقول مكتئبين لكن غير متضايقين يعني الاكتئاب ما يبقاش عميق في الانسان ما يوصلش للضيق انسان يبقى متضايق من حياته ومش طايق نفسه ما توصلش لكده يعني يجي في حزن شوية اه ممكن يكتاز بعض الاحزان في الحياة دي حاجة طبعا حتى كان بيحصل للقدسين يعني اليه النبي طلب لنفسه الموت ده يعني اوقات كان تعب قوي وده برضو نوع من الاكتئاب زي معلمنا بوليس بيقول كحذانة ونحن دائما نفرحون ففي نوع من الحزن يحصل للمسيحيين لكن في نفس الوقت النعمة تعمل حاجز بين الحزن وبين الضيق مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين متحيرين لكن غير يائسين يعني ممكن يجي لنا اوقات حيرة ما نبقاش فاهمين ربنا ما نبقاش فاهمين معاملات الله فالحيرة دي حاجة برضو طبيعية لكن غير يائسين يعني معنا انسان ما يوصلش انه هو ما يبقاش عنده ثقة في ربنا لا ثقة موجودة انا ما عنديش اجابات كل الاسئلة لكن عندي ثقة في عمل ربنا ومحبة ربنا ونعمة ربنا لي وابوة الله وربنا ابويا بيعمل كل حاجة للصالح فرغم ان انا متحير في حاجات مش فهمة لكن غير يائس الحاجة التالت بيقول متهدين لكن غير متروكين يعني متهدين في ناس بتضايقنا لكن رغم ان في ناس بتضايقنا لكن عمره ما يجينا احساس ان احنا لوحدنا لا رغم ان حوالينا ناس بتضايقنا لكن انا معايا قوة الهية انا كل يوم مسنود بربنا انصرت في ودى ظل الموت لا اخافه شرا لانك انت معي ان يحاربني جيش فلان يخاف قلبي جعلت الرب امامي في كل حين لانه عن يميني فلا تتعلم يبقى هنا متهدين لكن غير متروكين ربنا دائما بيقول لا تخف لاني معك لا تتلفت فاني الهك وبعدين الحاجة الرابعة بيقول مطروحين لكن غير هالكين يعني اوقات يجينا احساس ان الموضوع صعب جدا جدا علينا والموضوع باتقيل اوي وانا مش قادر اتحمل لكن في الوقت المناسب ربنا بيمسك ايدي زي ما مسك ايد بطرس ويقول له لا تخف حنت رغم انك شككت وقليل ايمان لكن عمرك ما هتغرق عمري ما هسيبك تغرق مش هتهلك ابدا وراح ربنا مسك ايده على طول وطلعه فرغم حتى ضعفنا البشري ربنا بيحط النعمة بتاعته بتسند ما بتخليش الانسان برغم كل ظروف الصعبة يبقى برضو مسنود بنعمة الهية عشان كده الاربع حاجات كل كلمة لكن في كورنفذ التانية صاحة اربعة اية تمانية وتسعة ودي كمان لو شفنا نفس الرسالة صاحة الاول معلمنا بوليس بيقول عن الضيقة اللي اكتزها في اسيا تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى ايسنا من الحياة لكن ليه ربنا سمح بضيقة جامدة اوي دي ده عشان لكي لا نكون متكلين على انفسنا بل على الله الذي يقيم من الاموات عشان كده بيقول كما تكثر الام المسيح فينا في نفس الاصحة الاول بيقول كذلك بالمسيح تكثر تعزياتنا ايضا والاية المشهورة بتاع داود النبيم يقول عند قثرة همومي ده البعد الانساني بقى عند قثرة همومي في داخلي تعزياتك تلذذ ايه نفسي رغم الهم اللي ممكن الانسان يكتازه لكن فيه تعزية ونعمة سماوية ربنا بيسند الانسان فيها فاحنا عشان كده مسنودين بالقوة الالهية دي كلمة لكن دي جات منين ان آية سبعة لنا الكنذ في اواني الخدفية الكنذ ده اللي هو مين ربنا يسوع المسيح له المجد في قلوبنا وحياتنا كل ما نعيش حضور الله وقوة ربنا في حياتنا وعود ربنا ونعمة ربنا نعيشها في حياتنا كل يوم كل ما نعيش كلمة لكن دي انه مهما كان الصعب فنعمة ربنا بتسندنا وتقوينا لإلهنا كل ما جد وكرامة لأبد آمين